أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج رابب البرنامج اللي بيهتم بالهيب هوب وتقافة الراب وهي الثقافة الحلوة اللي كلنا بناشقها اليوم معانا رابر جزائري واللي هو كان الفايز بمسابقة أرتس مؤخرا اللي هو الطيب سانتو قبل ما نروح عنده خلينا نشوف شو الأخبار اللي عنا على طريقتنا حلقة جديدة عدنا لكم على المشهد دوت كوم جهزلي المايك ويلا بهنا أخبارنا اليوم تصدمكم راحت كورونا مخلصنا فيروس جديد بها ضدنا منظمة الصحة حدرت الله يستر والله تعبنا شو اللي صار بفخر العرب سهموا صلاح ضرب قيمتوا نزلت من مئة لستين مليون يورو غرب بس هالند صار الأول بمئة وخمس وتسعين مليون وهدي أخباري لليوم الحلقة طويلة يلا لس جو شو أخبارك الحمد لله كل شي بخير صح حبيبي الحمد لله سأعطي عندك نبدأ بخفيفة ضريفة وإذا في شي أخطاء صلحني إياها حسنا صحيح أنت بلشت سنة 2011 صح؟ بس بطريقة مش احترافية وبلشت تروح على الستوديوهات وتسجل بطريقة احترافية سنة 2017 صح؟ أول غنية تعرفوا الناس عليك بها كان اسمها هلا بوي اللي نزلت ب 2018 وكان الكليب كمان حلو كتير حلينا نشوف منه لقطات ونرجع لك يلا ألا 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 بوي أبن دوباي حكي لنا على هاي التجربة بما أنه كانت التجربة الأولى إلك بطريقة احترافية نحن بنعرف أنك بلشت في 2011 بس هاي أول مرة توقف كاميرا وأول مرة تروح للستوديو بطريقة احترافية وهيك فحكي لنا على التجربة كيف كانت؟ والله كان يعني مايلستون لحظة تفخر أن بديت كان دايماً حلم ما نعرفش نهندس ما نعرفش نسجل ما عنديش أي حد من السيركل التاعي ولا أصحابي يعرف أي حاجة في الميوزيك ومعظم الناس اللي كانوا حولي دايماً نقولهم راب عربي يتضحكوا ليش؟ فلليش؟ داي داي دا نبليف ان راب عربي باك ان دا دايز فهم إلا لو كان واحد من جمهور الاندرغروند اللي كنت نعرفهم فكنت في أمريكا وكانت لحظة أني نقدر نشتغل نطلع قوت بنفسي طلعت شوية الدولارات رجعت دفعت كل شيء سجلت صورت ما مهتميتش بالنسبة لي هذه كانت كوالتي سواء صوت أو إلى خيره فلحظة فخر أعطتني هذه الدفعة تعني نبدأ بديت نتعلم منها أنا ما نعرفش نهندس ونمكس لكن دايماً كنت نلقى حلول لتجعلها تحدث بالنسبة لي بالنسبة لي بالنسبة لي بعدها نزلت كم أغنية مثلاً تراب ستار ما بي شيء أمي قالت بس اللي ممكن نقول نشحت في كل هاي الأغانية اللي نزلتها كانت ما في نوم صح؟ يس خلينا نشوف منا كمان مقاطع ونرجح هيا هذه الأغنية كانت الأكتر نجاح نفس ما قلنا بأغلب الأغانية اللي أنت سويتها وحتى أنه وصالت فيرال في تيك توك ايه شو السر؟ والله ما في سر كنت أبغى نام الساعة أربع الفجر ونوتيفكيشن من بروديوسر في اليوتيوب بيت فتحتها سمعتها بالتليفون أعطاني الإنسپيريشن يعني سجلت اتصلت في صاحبي اليوم البعدة أسمع بين جياندك نسجل على طول قال لي تعالي عجمان رحت عندها سجلتها سمعتها كل الناس أوه وأول مرة واحد يحط أوتوتون بصوتي يعني حتى ما كانش كين انتنشن أن يحط أوتوتون فبس الناس عجبتهم بسمبلسيتي وخفيفة على الأذن والمصطلحات واللغة اللي أستخدمها اللغة بيضاء فهم تناسب الخليجي تناسب الشامي شمال أفريقيا وشخصين الذين لا تفهم الأرابيس يمكن أن تحميك فبس تعلمت من هذه الإنسپيريشن أن نطلع برا محيط راب 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 تجرب شيء ثاني لإنسپورت فتوريستيك ديسكو أي شيء فقط اذهب اتحل اتحل بعد ما تعرفنا عليك كفنان رح نروح لفقرة نتعرف عليك كإنسان جائز؟ بسكو نروح لفقرة ماورا الفنان يلا بهاي الفقرة رح نتعرف عليك أنا والجمهور كإنسان اللي هو طيب انت طيب اسمك الحقيقي صح؟ اسمي طيب بدون ألف لام مش طيب لا طيب انت طيب ولا مش طيب السؤال من الصفر يراودني والله ما غاديش نجاوبها خليكم انتم متحكموا لا لا طيب طيب ممكن أن نكون شرير بس مجمعانا لا 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 حسنا انت ما عندك إدارة كفنان فانت اللي بتسوي كل شيء تسويق تتواصل مع الشركات تدخل في الإدتينج كيف جاي بكل هاي سكيلز يعني؟ الغاية تبرر الوسيلة يعني لازم انه في هاد الظروف إذا انت تروح تحاول تسوي ده الشيء وما كانش عندك يد العون ولا ريزورسس اللي تساعدك تضطر انك تسوي شيء ببع نفسك تتعلم والآخر هي هنشوفه بيج آرتست كيما الرأس دايما يتكلم عن الـ خلنا نقول اونرشيب وكل هاد الامور وانه يسوي كل شيء بنفسه فانت تشوف انترفيوز تشوف ناس تتكلم في الغرب والآخر هي وكل شيء متوفر فالحسن انك انت تبدأ تخوض هذه الامور كلها تطيح وتنوض تنوض كأنك واحد تفاتح بزنس جديد ومن بعد اتسام بوينت كي تبني نفسك لما اي مرحلة يكون كاين واحد جاي ياخد المأمورية بس انت تعرف كيف تديرها لاخدش انت مريت بعض الامور الصغيرة وعانيت وسوفيت وروحت ورجعت وسويت كمان انت كنت بتلعب كرة القدم لعبت لنادي التقفي العربي بالشارقة راحة ايام الطيبين نادي التقافي العربي في الشارقة كان المكان الوحيد اللي يجمعنا نحن كعرب من مختلف الجنسيات كانت صعبة داك لك تلك الفترة انك تلعب في نادي فشاب كنت أحلى مني ألعب يعني في شامبيونز ليغ على اساس ألعب شامبيونز ليغ ألعب في ريام مدريد وهذا فشدت حيلي كنت أروح هناك ألعب كمان اشتغلت مع أديداس كيف انت والله التوقيت المناسب التوقيت المناسب ويعني الطريقة اللي انت تقدم فيها نفسك في السوشال الميديا وفره لما تطلع هذا الاشياء اللي تساعد على انه إذا واحد شافك نريدهم ف هذا كيف حدث يعني من صغري دائما نلبس أديداس أحب البراند كذا وكذا نحب البراند شافوني وقالوا نبغاك أعطوني فرصة شارات أديداس بأعتقد أول جزائري سويا بأعتقد غير اللاعبين بأتكلم على الراب في الخليج في الخليج وكرابر ممكن خليني أخذ اللقب أنتل يعني واحد يجي يصححني حالياً أنا هو الجزائري أعتقد أنت سنذهب على فقرة مستضيف فيها شخص مميز عندك مين؟ سنرى الفقرة تمام؟ سنذهب إلى مميز حبيبي في هذه الفقرة سنستقبل مميز شخص مميز لا أريد أن تدبرني مميز لا 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 سيكون شخص حلو وعزيز عليك سنرى هنا حسيت يا أخي نعم معنا عمر عمر شخبارك الحمد لله بخير الحمد لله بخير الحمد لله أنت كيف حالك طيب كيف حالك من ورائنا والله الحمد لله بخير أمورك كيف إن شاء الله تكونوا بخير مان طيب رابر مشاكس صاحبك حكي لنا على أول يوم تعرفت عليه أو كيف تعرفت عليه طيب أنا تعرفت عليه أنا كنت عايش في مدينة أبوضبي وكان عايش في مدينة الشتاركة وصابق معرفتنا ما كانتش بسبب أنه احنا تقابلنا أحنا تعرفنا على منصة الفيسبوك كان هو عنده هوايات وحاجات مشتركة كلا منحب الهيب هاب منحب الأزياء اللبس وهو كان ابتدى يراب العربية يعني انت انت رابر كمان؟ لا لا مش رابر لكن بشتغل في صناعة الموسيقى وبشتغل مع رابرز هنا في مصر والموضوع ابتدى من زمان يعني أنا طيب لما ابتدنا هو ابتدى يراب أنا ابتديت أشتغل كده حوالين الرافرز فأتعلمنا مع بعض واحدة واحدة وخطينا الخطوات كلها لحد ما هو وضعه في المكان اللي هو فيه النهاردة ولحد ما أنا جاءت معي النهاردة هنا عمر إذا بدك تعطي نصيحة لطيب شو تحكي له؟ والله ما فيش تصايح كتير أنا ممكن هديه الطيب غير إنه أنا أقول له إنه هو أبنصحه إنه هو يستمر وما يوقفش ويفضج مركز على أهدافه وأحلامه زي ما إحنا بقلنا فترة طويلة وإحنا بنعمل فهو أكيد يعني هيحقق اللي هو نفسه فيه وقت معين ممكن ما يبقاش هو عارف إمتى الوقت المناسب ده بس أنا أقول له إنه إنت ليك وقت معين هتيجي ويكون أفضل بقيت رابر في الأولى أو أحد أفضل بقيت رابر في المدى الأولى أو نورف أفريكا فإنه يعتقد أنه لديه مكانه كده وأنه سيصبه بس هو ما يحتاج يستمر زي ما هو شكرنا لإلك إنك كنت موجود معنا آخر كلمة طيب كلمة سريعة قبل ما نختم معاه أهم أول توقتي وليتر باطلصر عليك هيا خلاص هيا تحديدك يا مان وكان جيدا صراحة نشاركها مع بعضنا شكرا شكرا ونراك لك شكرا حبيبي عمر خلينا نروح على سريع على فقرة تحقيق ونحقق معك شوي جاهز يلا نروح لفقرة تحقيق بهاي الفقرة نفس ما قلت لك رح نطلع من الجو الحلو نروح على الجو السيريس اللي هي فقرة تحقيق لإني رح أجيب لك ملفات ممكن أنت ما بتوقع إنه ممكن أنا أوصلها محقق كونان ولا تقوموري محقق معاد حسنا حسنا نفتش كورومبو لنذهب لذا أنت عمرك 28 سنة ولكن أنت المسؤول عن عائلتك من الناحية المادية نعم الناس ما بتعرف هاي الموضوع وليس سهل إنه شاب عمرك يكون ماسك حمل قد هيك الحياة ما عندكش خيار يعني فتتقبل المأمورية نفس ما هي هذا اللي كان لازم مني نسويه وخلاص ديس ماي فاميلي فمستمرين في حياتنا مستمرين في نحو الهدف والسفينة ماشية نتكير فاميلي هذا الشي يصنع منك رجل يخليك نسيت الكلمة لكن يعني قابل لأي صدمات في المستقبل لك فهم فعم أنا أعجب من هذا يعني عادي ما تعمل لك عائق هاي الموضوع؟ تعمل عائق صعبة من دهنيا صعبة رك فاهم النيزك فوقك الجبل فوقك لكن أنت هذا النيزك جاك أنت هذا المغناطيس هذا يشتغل معك أنت بس فراح يجي فيك رح يجي فيك تحاول تهرب سماشيو وداعا وداعا فلازم تحاول أنك تمسكها وتتمشى فيه إلى ما توصل المحطة معينة تقدر تنزل فيها أو أن خلاص أنت ممكن أن يكون لديك قوة تحييراق لأنك تقدر تشيله كأنك ورا صعب فهذه هي يعني كنت تهرب كثير من المدرسة تعالوا أين رغع؟ سوري أستاذ لماذا كنت تهرب من المدرسة؟ تعرف أنت شباب ما نحب الأشياء ما نحب الهداوة ما نحب الشيء العادي الردم العادي لازم يكون فيه أكشن لازم يكون فيه دوبامين فأنت أحب القوانين؟ ما أحب القوانين ما شوية لأنك تكون كلها بس في نفس الوقت يعني ذلك الأكشن كان فيني ذلك الشيء يعني إذا أنا ما غربت اليوم رح ألعب في راس واحد وأقول له يسوي مشكلة في الصف نسألك سؤال شوي ما بعرف ماذا راح ترد عليه ولا لا سألني أنت جزائري قد ولدت بالجزائر ليش بتغني أماراتي أو عربي خلينا نقول أول شي أنا ما أعرف أصلا أي لغة أو أي لهجة قاعد أتكلم فيها معاك الحين أتكلم ليش أنت لأن أنا اسمعت أغانيك بيكون سطرين جزائري مليون عربي ممكن يأتي حد جزائري يقول لك أنا هذا مثلا مش مفتخر بلهجتنا كجزائريين ليش بيستعمل كلام عربي وهو جزائري وتولد بالجزائر أول شي أول شي هذه النقطة هذه هذه ميكانزم دفاعية أو تلقائية يقولها واحد من الجزائر يشوف أن أنا جزائري وأقول كلمتين لأن لو سمع واحد جزائري عايش في فرنسا يغني فرنسي ما رح يقول ليش ما تغني جزائري مثلا سول كينغ يغني بالفرنسي 90-95% مليون 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 ما يقول ليش هذا فهي سالفة أن أنت عربي يعني تتكلم بالعربي بس قالت تتكلم باللحزة الثانية هنا يخذوها غير لأنه مو متعودين على هذا الشي بس متعودين على أن يشوف واحد يغني بالفرنسي وهو جزائري هنا التقافة الفرنسية عندنا أكثر لأنه أنا صارت معي لما نزلت حلقة من برنامج وابب كان معي رابطر مغربي وقالوا لي بالكومنتات أنت ليش تحكي معه هو ضيفك مغربي و أنت مغربي ليش تحكي معه عربي لو حكيت معه فرنسي كان يشعر عادي بس ما قاله بالعربي إحنا لسه بحاول لأنهم متعودين تخارج الشيء اللي متعودين عليه إنه مي جوب إنه مي جوب إنه مي جوب وإنه ثاني شيء أنا تربيت هنا عندي 23 سنة في الإمارات كان عمر 25 سنين قلت لي إيه لو أتكلم بالجزاري لا أحد يفهمني في المدرسة إذن لو أنت مصري لو أنت سوري لو أنت فلسطيني من أي جنسية ثانية تقدر تتأقلم وتتكلم باللغتك لأنه أصلاً في غيرك أصحابك واللغتهم أفهمها أكثر أما الجزاري ما رح يفهمه بسهولة وإنت لما تكون صغير لا يوجد رحمة إذا أنت مختلف تتعاقب خارج النطاق فاهمت فأضطريت أني أتعلم غير عن هذا بالعكس إذا أنا تربيت في هذا البلد يجب أن أتعلم اللهجة لأن اللهجة فيها عقلية وفهم فهذا يفرق لديه طريقة كيف أتصرف مع الناس وعلى خير خلاص ما تزعل عشان ما تزعل رح نلوح نلعب أنا وإياك لعبة هتعجبك لا 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 لعبة ثانية بنسميها this or that يالله يال طيب هاي الفقرة بنلعب لعبة أنا وإياك بأعطيك اختيارين اللي هما this that وإنت بتختار إذا اخترت that بترفع that للكاميرا إذا اخترت this بترفع this وبتعطيني ليش ليش اخترت بتعليل جوابك أوكي أوكي يالله إذا خيرتك this anime that rap شو بتختار من شوية كنت عملي فيها في يسوف وانيمي ولازم لازم تدرس ترمي الحمولة على حسب الضرورة فهم إذا انت عندك طيارة وإلى خيره أنت خمسة لازم علي تضحي بنفسها أوكي يعني انت تضحي بالانيمي ها برا أوكي خلص شباب الانيمي شباب الانيمي يلا عادي بحل معا مشكلتك بعدين أنا ما خصني أنا بس نحن نكاما 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 طب ارفع لي ذس لما نكاما ولا مش عاري شيء لا خلاص انت اختار ذار هذه ترى عندك يا سيدي ذس جنرايشن Z أو Z ذات الالجنرايشن أو الالسكورشوف اختار اسمع انت اعتدتا 28 صح؟ إيه انت مجنرايشن Z يعني انت عارف اذا قصدك على جلي؟ يا جيلي يا جليك يا الجينرايشن Z ما تختار جلي احسن من الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله والجيل اللي القبلى والجيل اللي قدام واللي قدام انت تفرريت تسعينات صح؟ بلايستيشن واي جيل الذهبي كراش بانديكوت جيل المستقبل نحن الجيل الاقوى نحن اللي عصرنا قبل الانترنت مع الانترنت وتطور الانترنت طيب لماذا انت دخلت في عالم الـ Generation Z؟ مرغم أن أخاك هذا ما فرق؟ لا لكن هما الجيل اللي لازلت أنا معاه لازلت معاه ما زلنا في نفس القوقعة نوازل كأين نفس التفكير أنا الناس تتكلمني تتحسبني من Generation Z بطريقة كلامي لبسك نحن لسه في عمر الظهور فكنا مع بعض بس الشيء أكيد أنا عارفه أنه أنا مو كبير فاهم ولا من الـ Generation Z كل مهم أنت تتكلمين Generation Z هو المستمعين Generation Z أكيد بس أنت تتكلمينهم أنت لم تخترته فأنت لم تخترت الانيمي ولم تخترت الـ Generation Z مو مشكلة أنا عارف أنه Generation Z حكيم ومتفاهم وراح يعرف معنى اختياراتي براحتك تيك توك ذات يوتيوب يوتيوب ذات يوتيوب أكثر هناك تسمع تشوف أغنية كاملة في تيك توك مقتطفات فهم علي؟ في يوتيوب بس تيك توك اللي عملك يوتيوب يوتيوب تعلمت منه كل شيء تعلم منه كل شيء Adam Million صراحة كل شيء هذا هذا أنا كنت فان لما كان عمري هذا كلام 2008 2009 كنت فان كنت أسمعها من البلوتوث وصلتني أغاني كني غني إبليزي وصلنا أصحاب وعندنا نفس العقلية ونغني مع بعض حاليا فهم؟ فالحلوة ونمرة مع بعض وقريب مننا أكثر فهم؟ بس 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 تعملت مشاكل كتير في هذه المشاكل لا 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 يوجد حساسية نحن الناس واعية ومتشورة ماشي خلاص سأذهب معك على فقرة نتحدك فيها تحدي أنك تغطينا فريستايل بالعادة نحن نطلب ثلاث كلمات وأنت يجب أن تصنع فريستايل على المشاكل لكن قبل الحلقة أنك ستعطيني فريستايل إكسكليزيف لسه ما نزل صح؟ نسويها يلا ضروع على فقرة فريستايل وحول الشلة الخطة كيف نديره باش نحصده كل الغلة بالأمل للجميع نحط الكورة بسط السلة لا نريد ما تريد عدنا هدف نستطيع بالتركيز والتدريب لنلاحق الجميع وبسيد وتشونيد ظل بالضاعم وتقليد يستنديد تستفيد هنا الكواليتي فريد شكراً كثيراً شكراً كثيراً على الفريستايل الذي أعطيتنا على الأجواب حلقة كانت ممتعة أتمنى أنت كمان تكون استمتعت معنا شكراً أنا استمتعت أخطاقة إيجابية على أساس لا والله شكراً كثيراً لأنني أتمنى كانت فرصة سعيدة بعض الأطراف الحديث هذا الشارع وهذا المحيط الهيب هوبي شكراً كثيراً شكراً كثير حبيبي في شيء كلمة أخيرة للمتابعينك إذا بدك تعتدر منهم على الاختيارات هاي كاميرتك هاي كاميرتك شكراً على المشاهدة معاكم طيب سانتو من الجزار UAE راب راب بيزيد أتذر من أصحاب الأنمي أوتاكو شارت أوتاكو الأنمي لوفرز أحبكم كلكم بس ترقبوني أنا غني راب فروح تدور علي وتسمع راب وبس شكراً حبيبي وأنا كمان بضرب لكم موعد مع حلقة جديدة ورابة جديدة على برنامج رابة في قناة ومنصة المشهد